يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة السادسة والثمانون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك وصلنا إلى الخاتمة إنها خاتمة البرنامج وهي تشتمل على أجزاء تم الكلام في بانوراما الظهور ثم شرعت في ملحق لتلك البانوراما هذه الحلقة هي الجزء الأول من خاتمة هذا البرنامج الجزء الأول من خاتمة البرنامج عنوانه أسئلة وأجوبة هناك أسئلة كثيرة تردني لكنني لا أجد وقتا للإجابة عليها أتركها إلى أن تتوفر الفرصة المناسبة وأعتذر كثيرا لأصحاب الأسئلة عن تأخري في الجواب عليها لضيق الوقت ليس كسلا ولا إهمالا ولا إهمالا ولا أنه يأتي من عدم اهتمامي بالأسئلة التي تردني مشكلتي هي مع الوقت على أي حال هناك أسئلة أجدها نافعة أجدها مهمة اخترتها وسأجيب عليها في هذه الحلقة وهذه الحلقة هي الجزء الأول من خاتمة هذا البرنامج السؤال الأول وهذا السؤال يوجه إلي كثيرا لماذا تسلط حديثك في برامجك الطويلة على حوزة النجف وعلى السيستان لماذا لا تتحدث عن الآخرين وإنني قد أجبت كرارا ومرارا على هذا السؤال تارة بتفصيل وتارة بإيجاز الاتجاهات المدرسية في الواقع الشيعي هناك المدرسة الأصولية المجرد وهي مدرسة النجف إنها حوزة النجف وكربلاء الحوزة الطوسية وهي الحوزة الأم وسائر الاتجاهات تتفرع عنها في كل المناطق التي يتواجد فيها الشيعة في مختلف أنحاء دول العالم إذن هناك المدرسة الأصولية المجردة إنما قلت المجردة لأن اتجاه أصوليا سأصفه بصفة معينة إنها المدرسة الأصولية العرفانية فهناك من الأصوليين يجمعون بين أصوليتهم والعرفان والعرفان هو التصوف الناصبي لكن الشيعة وضعوا له هذا الغطاء بهذا العنوان فالعرفان هو تصوف الشيعة فعندنا مدرسة أصولية مجردة وعندنا مدرسة أصولية عرفانية أقطابها أركانها يتواجدون في إيران بنحو أكثر مما هم في النجف وكربلاء أو في سائر المناطق الأخرى وهناك المدرسة الأخبارية المحضة يمكننا أن نقول عنهم المحدثون وهناك المدرسة الأخبارية غير المحضة وربما أضرب لها مثالا واضحا يوسف البحران وهناك المدرسة العرفانية غير الحوزوية وهي على اتجاهين الاتجاه الأول عرفانيون غير حوزويين لكنهم يلتزمون بالعرفاني النظري الحوزوي بحسب المدرسة الأصولية العرفانية وهناك الذين لا يلتزمون بهذا وهم المعروفون بالدراويش وهناك المدرسة الشيخية الإحقاقية وهناك المدرسة الشيخية الشيخية نسبة إلى الشيخ أحمد الإحسائي المدرسة الشيخية الإحقاقية والمدرسة الشيخية الكرمانية أو الكريم خانية وهناك المدرسة المعارفية كما يصطلح عليها أصحابها إنها مدرسة الميرزا مهدي الإصفهاني ومقرها الرئيس الأصل في مدينة مشهد في خراسان في إيران قد يسمونها بالمدرسة التفكيكية إنها المدرسة المعارفية وهي جمع بين شيء من المدرسة الأصولية وشيء من المدرسة الأخبارية وشيء من العرفان وشيء من العرفان إنها المدرسة المعارفية وهناك مدرسة شيئية نطاقها ضيق إنها المدرسة الجنابذية والتي أسسها سلطان علي شاه الجنابذي جنابذ لفظ عربي لمدينة قنابات في خراسان فهو الجنابذي القناباد المدرسة الجنابذية مدرسة تجمع ما بين التصوف والفلسفة وربما يخالط ذلك المنهج الأخباري لا أريد أن أخوض في التفاصيل هذه الاتجاهات المدرسية في واقعنا الشيعي وهي موجودة في زماننا بالنسبة لي لا أنتمي إلى أي اتجاه من هذه الاتجاهات ولا أعبأ أن أصنف على أي اتجاه من هذه الاتجاهات يصنفونني بين مدة وأخرى على اتجاه من هذه الاتجاهات أنا لا علاقة لي بكل هذه الاتجاهات وأبرأ إلى إمام زماني من كل هذه المدارس منهجي واضح وبرامجي مفصلة طويلة منهجي هو هذا الدين دين العترة الطاهرة فقط ومصادر دين العترة الطاهرة مصدران قرآنهم بتفسيرهم وحديثهم بتفهيمهم إنها مواثيق بيعة الغدير هذه المدارس كلها قد انتقدتها إذا ما رجعتم إلى برامجي فإنني قد انتقدت كل هذه المدارس على الإطلاق من دون أن أستثني أحدا إنني سلخت الجميع فما تركت أحدا يعتب علي أنني لم أسلخ مثل ما هم سلخوني ولا زال يسلخونني منذ أكثر من أربعين عاما هذا هو واقعنا نحن كلنا معرضون للانتقاد أكان هذا الانتقاد حقا أم كان باطلا كلنا معرضون للسخرية والاستهزاء والتنقيص أتحدث عن الذين يجعلون أنفسهم في الواجهة الذي لا يتحمل كل هذا عليه أن ينسح ضريبة العمل في الواجهة وأن نكون في متن الحياة هي هذه فعلى الذي يريد أن يكون في متن الحياة فاعلا وناشطا عليه أن يتحمل النقد والانتقاد أكان حقا أكان باطلا عليه أن يتحمل تفاهة التافهين وحمق الحمقى وسفاهة السفهاء عليه أن يتحمل ما يقال فيه أكان صدقا أم كان كذبا لماذا أسلط حديثي على حوزة النجف وعلى السيستاني إنني لا أسلط حديثي على حوزة النجف فقط إلا أن الأولوية عندي لحوزة النجف وكربل ولا أسلط حديثي على السيستاني فقط إلا أن الأولوية عندي للسيستاني ليس عندي من هدف أن أسلط حديثي على السيستاني ليس عندي من هدف شخصي وليس عندي من مشكلة مع السيستاني السيستاني هو الذي وضع نفسه في الواجهة السيستاني هو الذي قال من أنني أنا الأعلم فعليه أن يتحمل ما يقال فيه وما يقال عنه أكان صدقا أم كان كذبا إن كان كلامي ليس صحيحا بإمكان السيستاني أن يرد على كلامي من خلال مؤسساته من خلال فضائياته من خلال مواقعه الألكترونية من خلال جيش من العمائم يعملون في أجواء مرجعيته وإذا كان كلامي صحيحا إذن لماذا يقال ما يقال عني على أي حال هذا ليس مهما بالنسبة لي كما قلت قبل قليل من أن الذي يضع نفسه في الواجهة في واجهة الأحداث وفي متن الحياة وفي الواقع المباشر للقضايا المهمة التي تتحرك في حياتنا اليومية عليها أن يتحمل إذا لم يكن قادرا على التحمل فلينسحه فلينسحه من الواجهة ولينسحه من متن الحياة وليكن خاملا الخامل سيبقى مرتاحا لن يقال عنه ما يقال لكن الفاعل والناشط في الواقع هو هذا الذي سيقال عنه ما يقال ومن الآخر من دون الدخول في كثير من التفاصيل من الآخر من الآخر إنني أوجه كلامي وأوجه حديثي وأوجه نقدي وانتقادي لحوزة النجفي وكربلا ولي السيستاني لماذا لأنني أعتقد هكذا من أنه يجب على الشيعي أن يجعل أولوياته في مسار أولويات أئمته الذي أجده في حديث أئمتي صلوات الله عليهم من أن أضر مجموعة على الشيعة هؤلاء الذين في النجف إنها الحوزة النجفية الأصولية المجردة الطوسية هذا هو الذي أجده في أحاديث أئمتي ورواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه التي حدثنا بها إمامنا العسكري في تفسيره الشريف صلوات وسلام عليه هي مثال واضح جدا لما قاله أئمتنا في تشخيص الأولويات الأكثر إضرارا بالشيعة مراجع التقليد في حوزة النجف وكربلة الأئمة وجه أنظارنا أن نبتعد عنهم وأن نتبرأ من دينهم وأن نبحث عن ديننا في جهة أخرى لا جرم كما يقول إمامنا الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه فإن الله لا يتركه في يد هذا الملبس الكافر الإمام هنا يتحدث عن المرجع الشيعي عن مرجع التقليد وبحسب المواصفات التي في هذه الرواية وغيرها فإنهم هم هم مراجع النجف وكربلا هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنني تعلمت في الثقافة المهدوية من أن إمام زماننا حينما يتوجه إلى العراقي يتوجه إلى النجف فالإمام يخرج من الحجاس لا يذهب مثلا إلى الكويت حيث هناك المدرسة الشيخية الإحقاقية ولا يذهب إلى كرمان حيث هناك المدرسة الشيخية الكرمانية ولا يذهب إلى قم حيث هناك المدرسة الأصولية العرفانية وهناك المدرسة العرفانية غير الحوزوية وهناك الدراويش أيضا ولا يتوجه إلى خراسان حيث هناك المدرسة المعارفية وهناك المدرسة الجنابذية ولا يتوجه إلى البحرين ولا إلى المنطقة الشرقية في السعودية حيث هناك المدرسة الأخبارية المحضة والمدرسة الأخبارية غير المحضة وإنما يتوجه بنحو مستقيم إلى النجف إلى الحوزة الطوسية الأصولية المجردة إلى مراجع النجف وكربلاء وهم يخرجون إلى قتاله إنه يريد القضاء على الفساد في مهده يريد أن يقضي على الكفر والضلال في منابعه فهذه أولويات أئمة وهذه هي أولويات إمام زماني من هنا فإنني أسلط حديثي وأسلط برامجي على المرجع الأعلى بغض النظر أن يكون السيستاني مرجعا أعلى أو أن يكون غير السيستاني ما عندي من مشكلة شخصية مع السيستاني مشكلتي مع المرجع الأعلى ما عندي من مشكلة مع الأشخاص في الحوزة النجفية والكربلائية الطوسية الأصولية المجرد مشكلة مع المنهج لا أبالي بالأشخاص قطعا حينما تكون مشكلة مع المنهج ستتحول إلى مشكلة مع الأشخاص حينما يتعصبون لمنهجهم فهذا هو السبب أنني أسلط أحاديثي على الحوزة النجفية والكربلائية الطوسية إنني أسلط أحاديثي على المدرسة الأصولية لأنها الأكثر بعدا عن دين العترة الطاهرة كل المدارس التي أشرت إليها قبل قليل حينما أقيسها بحسب مواثيق بيعة الغدير كل مدرسة كل مدرسة من هذه المدارس الشيعية تنقض جانبا من بيعة الغدير ما وجدت مدرسة شيعية إلى الآن منهاجها برنامجها يأتي منسجما مع مواثيق بيعة الغدير لكنني وجدت المدارس الشيعية التي أشرت إليها تبتعد تقترب بنسب متفاوتة إذا أردت أن أقايسها بمقياس مواثيق بيعة الغدير المدرسة الأصولية هي الأكثر بعدا هي التي نقضت كل المواثيق المدرسة الأصولية النجفية الكربلائية الطوسية هذه المدرسة هي الأكثر بعدا والأكثر كفرا بدين العترة الطاهرة ولذا فإن أحاديث أهل البيت وصفتها بأنها الأكثر ضررا على الشيعة ومن أن مراجعها أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ولذا فإن إمام زماننا يتجه إليها الإمام حينما يظهر في مكة وبعد ذلك يتجه إلى المدينة في الحقيقة هذه مقدمات الظهور الفعلي الفعلي وأحداث الظهور الفعلي تبدأ في العراق بذبح مراجع النجف وكربلاء فإنه صلوات الله عليه أول ما يبدأ يبدأ بقتل كذابي الشيعة من هم كذابوا الشيعة من هم كذابوا الشيعة الذين يعملون في المطارات مثلا في الموانئ من هم كذابوا الشيعة المزارعون في حقولهم العمال في مصانعهم يكذبون هؤلاء ولكن ضرر كذبهم يكون محدودا ضرر الكذب الكبير هو كذبوا المراجع كذبوا المراجع الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه من خلال هذه الأولويات حددت أولوياتي هذا هو السبب ولا أريد أن أتحدث كثيرا في هذا الموضوع فلقد سئمت من تكرار هذا السؤال نذهب إلى فاصل عبر اتصال تلفوني أحد الأخوة الأعزاء من العراق سألني سؤالا حول هذا العنوان عصائب أهل الحق وهو عنوان معروف ل تنظيم سياسي وعسكري في العراق إنهم مجموعة قيس الخزعلي عصائب أهل الحق العراقيون يعرفون هذا جيدا سألني هل لهذه المجموعة من ذكر في أحاديث أهل البيت في شؤون الغيبة والظهور فأقول لسائل العزيز إذا كنت تسأل عن مجموعة قيس الخزعلي فأنا لا أريد أن أتحدث عنهم إنهم مجموعة سياسية عسكرية أنت تعرفها لكن إذا أعدت صياغة سؤالك بحيث يكون السؤال عن العنوان نفسه هل هناك عنوان لمجموعة شيعية في مرحلة الإرهاصات لأننا لسنا في مرحلة العلامات الحتمية وربما لسنا في مرحلة الإرهاصات وإنما بحسب القرائن نحن في مرحلة الإرهاصات وهي المرحلة التي تسبق مرحلة العلامات الحتمية كم ستطول العلم عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هل هناك عنوان هناك مجموعة شيعية تحدثت الروايات عنها في مرحلة الإرهاصات بغض النظر عن مجموعة قيس الخزعلي أنا لا أتحدث عن هذه المجموعة ولا عن غيرها البرنامج ليس معدًا للخوض في مثل هذه الموضوعات إنما أجيب على صيغة السؤال الذي أعدت صياغته إذا تفحصنا الأحاديث في كتبنا هل هناك هذا العنوان عصائب أهل الحق؟ أقولها بملء فم لا يوجد هذا العنوان على الإطلاق في أحاديث العترة الطاهرة سأبين للسائل العزيز وللذين ينتفعون من هذه المعلومات التفاصيل الكتاب الذي بين يدي الإختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة الثامنة بعد المائتين هناك حديث نقله المفيد والسند ليس شيعياً ليس من أسانيدنا السند من أسانيد المخالفين وبغض النظر عن السند نذهب إلى الرواية التي ذكرها المفيد فأنا لا أعبأ بالأسانيد وإنما أعبأ بالمتون ولكن لا بد من الإشارة إلى هذه المعلومة من أن الحديث هذا جاءنا من طريق المخالفين عن حذيفة ابن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان عند خروج القائم إذا الحديث لا علاقة له بمرحلة الإرهاصات ولا علاقة له بمرحلة العلامات الحتمية إنما يرتبط الحديث بزمان الظهور إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء أيها الناس قطع عنكم مدة الجبارين وولي الأمر لقد ظهر الإمام وولي الأمر خير أمة محمد فالحقوا بمكة فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق فلا يوجد في الرواية هذا العنوان عصائب أهل الحق وإنما العنوان الذي جاء مذكورا في هذه الرواية وهذه الرواية كما قلت لكم من طريق المخالفين فستكون ألفاظها ليست دقيقة فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق هذا العنوان الذي ورد في هذه الرواية فهذا الكلام في مرحلة الظهور وماذا أيضا هذا هو الجزء الحادي والخمسون من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة ألف ومية ودعش للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والثمانين رواية من طريق المخالفين أيضا وليست من طرقنا الرواية عن أم سلم زوجة رسول الله صلى الله عليه وأهله تحدثنا عن النبي أم سلم تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أم سلم زوج النبي قال قال النبي صلى الله عليه وآله يكون اختلاف عند موت خليفة إلى أن تقول الرواية فإذا رأى رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام الحديث عن الظهور أيضا فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعون فالعنوان عصائب أهل العراق ولا يوجد هذا العنوان عصائب أهل الحق والرواية أيضا من طرق المخالفين فما جاء مرويا في كتاب الاختصاص عصائب العراق من طرق المخالفين وما جاء مرويا في الجزء الحادي والخمسين من بحار الأنوار عصائب أهل العراق فلا يوجد في الحديثين هذا اللفظ عصائب أهل الحق في الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة نفس الطبعة في صفحة العاشرة بعد المائتين إنه الحديث الأول من الباب التاسع حديث عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه إنه حديث الأيام الحديث الذي يأمرنا ألا نعاد الأيام والأيام عنوان رمزي لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه لست بصدد تفاصيل الحديث وإنما جاء في هذا الحديث والجمعة عنوان الجمعة والجمعة ابن ابني الإمام الهادي يقول ابن ابني يعني الإمام الحجة يعني بقية الله والجمعة ابن ابني وإليه وإليه تجمع عصائب الحق عند ظهوره عصائب الحق وإليه تجمع عصائب الحق ما المراد من عصائب الحق إنهم نجباء مصر أبدال الشام وأخيار العراق وهذا التعبير هو الذي ورد في أحاديث أهل البيت والرواية هنا مصحفة اللفظ الصحيح وإليه تجمع عصابة الحق أما العصائب فهذا تصحيف ما هو الدليل على ذلك هذه المصادر نقلت الرواية نفسها ولكن لا توجد فيها عبارة العصائب وإنما لفظة العصابة كتابه الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة البحار مؤلفه توفي سنة 1111 للهجرة الصدوق توفي سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الحديث يبدأ في صفحة 431 رقم الحديث 102 الحديث نفسه عن إمامنا الهادي والجمعة ابن ابن وإليه تجتمع عصابة الحق وليس العصائب عصابة الحق الرواية هنا في البحار مصحف وإليه تجمع عصائب الحق وإليه تجتمع عصابة الحق والمراد من عصابة الحق نجباء مصر وأبدال الشام وأخيار العراق وكنوز إيران كفاية الأثر كان معاصرا للصدوق فهو من علماء القرن الرابع الهجري كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر علي ابن محمد الخزاز القمي هذه الطبعة الأولى ألف أربعمية وثلاثين هجري قمري مجموعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار الحديث يبدأ في صفحة أربعمية وستة رقم الحديث مية وخمسة وسبعين الحديث نفسه عن إمامنا الهادي والجمعة والجمعة ابن ابني وإليه تجتمع عصابة الحق فما جاء في البحار عصائب الحق في الجزء التاسع والتسعين جاء مصحفا فهذا كتاب الخصال وهذا كفاية الأثر وهذا جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع لابن طاوس المتوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة وهذه الطبعة الأولى طبعة مؤسسة الآفاق الحديث في الصفحة الخامسة والثلاث أقرأ عليكم ما جاء في الصفحة السادسة والثلاث والجمعة ابن ابني وإليه تجتمع عصابة الحق إذن الخصال كفاية الأثر جمال الأسبوع وهناك العديد من المصادر أيضا إنني ما جئت بكل المصادر هناك العديد من المصادر أيضا وردت فيها كلمة عصابة وليست عصائب في البحار نفسه هذا الجزء الرابع والعشرون من الطبعة نفسها أورد الحديث عن الخصال صفحة 239 وإليه تجتمع عصابة الحق هذا هو الجزء الرابع والعشرون من بحار الأنوار من المصدر نفسه وهذا الجزء السادس والثلاث صفحة 414 وإليه يجتمع عصابة الحق وتصحيف هنا في كلمة يجتمع في المصدر الأصل تجتمع عصابة الحق ولكن الحديث عن العصابة والعصائب هذا في الجزء السادس والثلاث وكذلك في الجزء الخمس من بحار الأنوار في صفحة الخامسة والتسعين بعد المئة وإليه تجمع عصابة الحق عند ظهوره عند ظهور بقية الله صلوات الله عليه هذا الجزء الخمسون وهذا الجزء السادس والخمسون من بحار الأنوار أيضا في الصفحة الحادية والعشرين الحديث نفسه وإليه تجتمع عصابة الحق إذن هذه المصادر الأصلية الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة والخصال كفاية الأثر للخزاز القمي من الذين عاصروا الصدوق لا نعرف تعريخ وفاته بالضبط وبالدقة جمال الأسبوع لابن طاوس المتوفى سنة 664 للهجرة ونقل الحديث عن الصدوق صاحب البحار في البحار نفسه في الجزء الرابع والعشرين في الجزء السادس والثلاثين في الجزء الخمسين في الجزء السادس والخمسين وردت تعبير بعصابة الحق وليس بعصائب الحق إذن لا يوجد لا من عين ولا من أثر بالنسبة لهذا العنوان في أحاديث العترة الطاهرة ولا حتى في الأحاديث التي نقلناها من كتب المخالفين فما جاء من طريق المخالفين عصائب العراق عصائب أهل العراق أما في كتبنا فقد جاء التعبير بعصابة الحق ويراد من عصابة الحق هنا الأمة المعدودة إنهم الثلاثمائة وثلاثة عشر نجباء مصر أبدال الشام أخيار العراق كنوز إيران وما بقي من البلدان الأخرى فلا يوجد شيء لا من قريب ولا من بعيد لا في مرحلة الإرهاصات ولا في مرحلة العلامات الحتمية ولا في مرحلة الظهور التعبير جاء في رواياتنا في أحاديث العترة بعصابة الحق ويقصد من هذا العنوان الأمة المعدودة إنهم الثلاثمائة وثلاثة عشر نجباء مصر أبدال الشام أخيار العراق كنوز إيران وسائر الذين يأتون من البلدان المختلفة نذهب إلى فاصل إذن ما ذكر في كتبنا من روايات من طريق المخالفين ذكرت عنوان عصائب العراق وذكرت عنوان عصائب أهل العراق وحينما ننظر في مضمون هذين الحديثين فإن الحديثين يتحدثان عن مرحلة الظهور والمراد من عصائب العراق وعصائب أهل العراق هم الذين عبر عنهم في أحاديث العترة بأخيار العراق أقرأ أقرأ عليكم من غيبة الطوسي الطوسي إنه محمد بن الحسن الطوسي مؤسس المذهب الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذا كتابه الغيبة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والثمانين بعد المائتين بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يبايع القائم بين الركن والمقام يبايع القائمة بين الركن والمقام التحريك ليس صحيحا القراءة الصحيحة يبايع القائمة بين الركن والمقام ثلاثمئة ونيف عدة أهل بدر فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق فيقيم ما شاء الله أن يقيم فما جاء في أحاديثنا الأخيار وليس هناك من ذكر للعصائب إنهم أخيار العراق وهذا الحديث نفسه ذكره المجلس في الجزء الثاني والخمسين صفحة ثلاثمئة وأربعة وثلاثين إنه الحديث الرابع والستون فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق نقله عن المصدر نفسه عن غيبة الطوسي من أحاديث أهل البيت فإن أخيار العراق يصل عددهم إلى الخمسين هؤلاء هم أخيار العراق والذين عبر عنهم في الروايات التي وردت من طريق المخالفين بعصائب العراق فلا نثق بالتعابير التي وردت في الروايات من طريق المخالفين فلا يوجد في أحاديث أهل البيت شيء من هذا القبيل عصائب أهل الحق هذه تسمية موجودة في زماننا لا علاقة لها بالروايات والأحاديث المعصومية ولا أدري هل أن أصحاب هذا العنوان يدعون من أنهم أخذوا العنوان من أحاديث العترة صلوات الله عليها أو أنهم لا يدعون ذلك هذا الأمر لا علم لي به ربما نحت هذا العنوان من خلال ما ذكر في الروايات المروية من طرق المخالفين التي تحدثت عن عصائب العراق وعصائب أهل العراق في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار صفحة 306 إنه الحديث التاسع والسبعون عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل إمام زماننا في ظهوره في مكة ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها إلى أن تقول الرواية فيقومون إليه ليقتلوه أهل مكة يقومون إلى إمام زماننا ليقتلوه فيقومون إليه ليقتلوه فيقوم ثلاثمئة وينيفوا على الثلاثمئة هم العدة وهم الأمة المعدودة إنهم الثلاثمئة والثلاثة عشر فيقوم ثلاثمئة وينيف على الثلاثمئة فيمنعونه من يمنعونه من القتل خمسون من أهل الكوفة إنهم أخيار العراق وسائرهم من أفناء الناس لا يعرف بعضهم بعضا اجتمعوا على غير معاد إنهم نجباء مصر وأبدال الشام وأخيار العراق وكنوز إيران ومن جاءوا من البلدان المختلفة الأخرى فأخيار العراق الذين عبر عنهم في الروايات التي وردت من طرق المخالفين بعصائب العراق وعصائب أهل العراق هذا هو عددهم إنهم خمسون من أهل الكوفة وإذا ذهبنا في تفاصيل الروايات فإنهم من المناطق العراقية المختلفة ولا يعرف بعضهم بعضا قبل هذا الوقت وإنما حينما يلتقون إمامهم ويلتقون هناك في مكة سيتعارف سيعرف بعضهم سيعرف بعضا وحتى إذا افترضنا أن بعضهم يعرف بعضا منهم فهذا ما هو بتنظيم ولا هو بتشكيل سياسي ولا بتشكيل عسكري إنما هم أنصار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء هم أخيار العراق فلا وجود لمثل هذا العنوان في الروايات إنني أجيب على قدر سؤالك حاولت أن أجعل الجواب وجيزا بقدر ما أتمكن نذهب إلى فاصل اللهم أني أرسل كبس لك يا مصبر يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منبر يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا يا مؤخير سبحانك يا الله 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 الموسيقى الْغَبْ يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا رب الغام السلام النوم السؤال الثالث وقد تكرر كثيرا في وروده عليه هل يجوز لعن المراجع الطوسيين هذا السؤال ورد بصيغ عديدة هذه الصيغة التي ذكرتها تلخص مضامين تلك الأسئلة الكثيرة جوابي هو هذا لقد كتبته على الورق كي يكون دقيقا سأقرأه عليكم من الورق المكتوب جعلت الجواب في عدة نقاط النقطة الأولى أولا كل من خالف عقيدة دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها بنحو واضح وصريح أيا كان يجوز لعنه قطعا من دون أدنى تردد أقرأ الكلام أقرأ الكلام مرة أخرى كل من خالف عقيدة دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها بنحو واضح وصريح أيا كان يجوز لعنه قطعا من دون أدنى تردد لأنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله ويخالف وصيته في التمسك بالكتاب والعترة وينقض مواثيق بيعة الغدير وهو بذلك مورد حقيقي للآية السابعة والخمسين بعد البسملة من سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينة ثانيا كل مرجع تقليدا عند الشيعة من الأموات أو من الأحياء تنطبق عليه الأوصاف السيئة القبيحة التي ذكرها إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه يجوز لعنه قطعا من دون أدنى تردد لأن الإمام الصادق قد لعنهم بنحو صريح في الرواية نفسها بعد أن وصفهم بالكفر الصريح هناك لعن صريح من الإمام لمراجع التقليد عند الشيعة الذين يتصفون بالأوصاف القبيحة التي ذكرت في تلك الرواية الشريفة وصفهم الإمام بالكفر بتعبير صريح ولعنهم بتعبير صريح أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم كل مرجع تقليد عند الشيعة من الأموات أو من الأحياء تنطبق عليه الأوصاف السيئة القبيحة التي ذكرها إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه يجوز لعنه قطعا من دون أدنى تردد لأن الإمام الصادق قد لعنهم بنحو صريح في الرواية نفسها بعد أن وصفهم بالكفر الصريح ثالثا يجب أن يكون اللاعن متأكدا من توفر سبب جواز اللعن مع مراعات أن لا يكون الملعون غافلا عما هو عليه بحيث إذا نبه للصواب تراجع عن خطأه هذه قضية مهمة لا بد أن ينظر إليها يجب أن يكون اللاعن متأكدا من توفر سبب جواز اللعن مع مراعات أن لا يكون الملعون غافلا عما هو عليه بحيث إذا نبه للصواب تراجع عن خطأه رابعا يجب لعن من تقدم ذكرهم إذا كان إظهار الحقيقة في إحياء أمر دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها يتوقف عليه يجب 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 لعن من تقدم ذكرهم إذا كان إظهار الحقيقة في إحياء أمر دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها يتوقف علي يتوقف على اللعن خامسة عقيدة دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها لا تأخذ إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وفقط وغير ذلك لا علاقة له بدين العترة الطاهرة مطلقا والمذهب الطوسي أوضح مثال على عقيدة الضلال المستحكم سادسا قطعا هناك التقية وأحكامها والضرورات وأحكامها كل ذلك لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار الشرعي في المسائل المتقدمة بما يرتبط باللاعن والملعون قطعا هناك التقية وأحكامها والضرورات وأحكامها كل ذلك لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار الشرعي في المسائل المتقدمة بما يرتبط باللاعن والملعون سابعا الحكمة اليمانية الحكمة اليمانية تقتضي الروية والتأني في إصدار الأحكام على الآخرين أيًا كانوا لاحتمال جهلنا بظروفهم وأحوالهم إلا إذا كنا على علم ووضوح رؤية بما هم عليه أعتقد أن الإجابة وافية وواضحة وبينة فهذا هو الجواب على هذا السؤال الذي وردني مرارا ومرارا ومرارا نذهب إلى فاصل السؤال الرابع وهو السؤال الأخير في هذه الحلقة هذا السؤال تكرر كثيرا مع أنني تحدثت في موضوعه كثيرا وكثيرا في برامج السؤال عن التوحيد وعن علاقة محمد وآل محمد بالله سبحانه وتعالى هذا السؤال يردني كثيرا مع أنني تحدثت في هذا الموضوع بنحو مفصل مرارا ومرارا وكرارا وكرارا وأقول للذين يسألون بالنسبة لي لست مسؤولا عما يقوله الآخرون أنا أمثل نفسي فقط ولا أقول من أنني أمثل أسرتي الصغيرة أمثل نفسي فقط ولا يوجد أحد يمثلني ودائما أقول إذا كان كلامي ليس واضحان فألقوا به في المزبل لا قيمة له كلامي الذي يؤخذ إذا كان هناك من يريد أن يأخذ به هو الواضح البين الصريح الذي يأتي منسجما مع منطق القرآن ومع ما هو ثابت من حديث العترة الطاهرة مع منطق العقل مع مذاقي الوجدان السليم إذا وجدتم شيئا غير هذا فألقوا به في المزبل إذ أنني ربما كنت في حالة غفلة أو أنني أسأت التعبير أو من الطوارئ والعوارض البشرية التي تعرض لنا وتطرأ علينا مجموعة حلقات أعرف إمامك تحدثت فيها عن التوحيد بشكل مفصل البرامج التي أجيب فيها على أسئلة المشاهدين تحدثت فيها عن التوحيد كثيرا ومع ذلك فإنني سأجيب على الأسئلة هذه بنحو وجيز لا أريد أن أطيل في الكلام سأبدأ من الكتاب الكريم سورة الإخلاص سورة التوحيد الآية الرابعة بعد البسملة وهي آخر آية في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد هذه الآية تلخص الكلام كله ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وعلى وثاله تعطينا الجواب كاملا شاملا تاما عاما ولم يكن له كفوا أحد ليس لله من كف أتحدث عن محمد وأهل محمد فما دون أتحدث عن الحقيقة المحمدية العظمى فما دون محمد وآل محمد عنوانها حينما نذكرهم إننا نذكرهم بأشخاصهم ونذكر الحقيقة المحمدية في الوقت نفسه لأنهم عنوانها ولم يكن له كفوا أحد الآية واضحة ولا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان الله ليس له كف وانتهينا هذا هو التوعيد مهما علت منزلة محمد وآل محمد فما هم بكفء لله سبحانه وتعالى الله هكذا وصفهم في كتابه وصف محمدا وآل محمد في كتابه إنها سورة الروم الآية السابعة والعشرون بعد البسملة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى المثل الأعلى محمد وآل محمد الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى ولكن ليس له من كف ولم يكن له كفوا أحد ولكن له المثل الأعلى المثل الأعلى محمد وآل محمد هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل النخعي قال لإمامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا يريد قولا بليغا كاملا قطعا البلاغة والكمال بحسبنا البلاغة والكمال بحسبهم عقولنا لا تستطيع أن تتصورها وإنما تستطيع عقولنا أن تتصور البلاغة والكمال بحسبنا علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فعلمه الإمام الهادي الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقول في أوائل عبائرها ونحن نسلم عليهم السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجة وأعلام التقة وذو النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى هؤلاء هم المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى إذن القرآن بيّن لنا من أن الله ليس له من كف ولكن له مثل أعلى وفارق كبير بين المثل الأعلى والكف الله ليس له كف ولكن له مثل أعلى هذه الآية السابعة والعشرون بعد البسملة من سورة الروم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهذا المثل الأعلى هو عزيز حكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هذا المعنى يتجلى في المثل الأعلى بحسبه مثلما يتجلى في الله بحسبه وفي سورة النحل في الآية الستين بعد البسملة ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم المضمون هو وهو الذي مر في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة من سورة الروم وله وله المثل الأعلى هنا ولله المثل الأعلى قطعا حينما التصق حرف الجر فإنه يشير إلى تعدد مقامات المثل الأعلى ففي الآية السابعة والعشرين بعد البسملة من سورة الروم وله المثل الأعلى فهنا حرف الجر دخل على الضمير وله المثل الأعلى الضمير يتحدث عن تجل من تجليات الله فيهم فالضمير هنا يشير إلى الهوية الغيبية وله المثل الأعلى هنا ولله المثل الأعلى فإن حرف الجر دخل على لفظ الجلالة بنحو مباشر فمرتبة التجلي هنا تختلف عن مرتبة التجلي هناك فيما بين الآيتين لكن النتيجة أن الله ليس له كفء وأن الحقيقة المحمدية هي المثل الأعلى في سورة النور جاء تقريب هذا المثل الأعلى بهذه الصورة إنها الآية الخامسة والثلاثون بعد البسملة من سورة النور إنها آية النور والتي لأجلها سميت السورة بسورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم هذه الآية تحشد فيها كل الرموز إنها أعظم الرموز القرآنية وأعظم الأمثلة الأمثلة القرآنية هذا هو المثل الأعلى المثل الأعلى في القرآن بصيغته اللفظية ما جاء في سورة الروم وسورة النحل من ذكر المثل الأعلى إنه المثل الأعلى تكوينا الإشارة إلى الحقيقة المحمدية لكن المثل المذكور في هذه الآية في آية النور بحدود اللفظ هذا مثل في عالم الألفاظ لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآية فلقد تحدثت عنها كرارا ومرارا في برامج السابقة وإنما أقف عند هذه الجملة من جمل الآية يكاد زيتها يكاد يكاد من أفعال المقاربة الآية هنا تشير إلى الحقيقة المحمدية هكذا تقول من أن الحقيقة المحمدية لعلو شأنها ومقامها وكأنها 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 يمكن أن توجد بنفسها يمكن أن توجد بنفسها ولكن ذلك ليس حقيقيا وإنما الآية أرادت أن تعبر عن عظمة الحقيقة المحمدية فجاءتنا بفعل المقاربة يكاد يعني أن الأمر ليس متحققا وإنما يكاد يكاد زيتها يضي من عنده ولو لم تمسسه نار فإن زيت لا يضي إلا إذا مسته النار يكاد زيتها يضي من عند نفسه من عند ذاته لكن ذلك لم يتحقق فإن فعل المقاربة يصرح بهذا المعنى ولذا فإن الحقيقة المحمدية ما هي بكفء لله وإنما هي المثل الأعلى المثل الأعلى مضامين هذا المثل الأعلى تظهر في هذه الآية يكاد زيتها يضي لكن هذا لم يتحقق وإنما أضاء زيتها بعد أن مسته نار الجبروت الإلهي يكاد زيتها يضي ولو لم تمسسه نار إنها نار الجبروت الإلهي وكل الكائنات خاضعة لنارها لسلطتها إنه جبروت الله سبحانه وتعالى يكاد زيتها يضي يضي هؤلائهم محمد وآل محمد في سورة الأنبياء في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وله له سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض السماوات والأرض عنوان للوجود الوجود أوسع من السماوات والأرض ولكن في ثقافة القرآن فإن السماوات والأرض عنوان للوجود كله هذا مصطلح مصطلح قرآني السماوات والأرض يعني الوجود لكننا إذا أردنا أن نبحث عن سعة دائرة الوجود فإنها أوسع من السماوات والأرض لكن لا بد من مصطلح لا بد من عنوان السماوات والأرض عنوان للوجود كله للوجود كله للوجود الذي أوجده الله للوجود الذي خلقه الله للوجود الذي أبدعه الله وهو لا ينحصر بالسماوات والأرض لكن القرآن فيه مصطلحات فهذا المصطلح يشير إلى سعة الوجود كله وله من في السماوات والأرض الملائكة الكائنات القادسة ما فوق الملائكة البشر الجن دواب السماوات الكائنات والأمم الكثيرة في هذا الفضاء الواسع التي عبر عنها دواب السماوات في الكتاب الكريم ما سمعنا عن وما لم نسمع عن وله 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 من في السماوات والأرض ومن عنده ومن عنده إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول للمفضل ومن غيرنا ومن عنده لأن هذا التعبير وله من في السماوات والأرض هذا التعبير شامل للملائكة وللكائنات القادسة للكروبيين وغير الكروبيين للبشر وللجن ولكل دواب السماوات إذن من هم هؤلاء الذين عنده ومن عنده هؤلاء هم المثل الأعلى وله من في السماوات والأرض ومن عنده ومن عنده ومن عنده ومن عنده هو هذا الذي نقرأه في دعاء ليلة المبعث إنها الليلة السابعة والعشرون من شهر رجل أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان لأنه كتاب متوفر في بيوتكم كي أسهل عليكم الوصول إلى مصادر مصادر هذه النصوص وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم هذا هو المثل الأعلى هذه هي الحقيقة المحمدية وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته مخلوق فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك ماذا يقول القرآن وله من في السماوات والأرض ومن عنده ومن عنده الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك في دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رجب يوم المبعث الدعاء الذي قرأته في ليلة المبعث وهذا في يوم المبعث وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك تلاحظون أن المضامين القرآنية تأتي منسجمة تمام الانسجام ومتسقة تمام الاتساق مع كلماتهم في أدعيتهم وزياراتهم فلقد قرأت عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة وقرأت وقرأت عليكم من أدعيتي ليلة المبعث ويوم المبعث وخلاصة الكلام فيما جاءنا عن إمام زماننا الحجة بن الحسن إنه دعاء شهر رجب دعاء شهر رجب يلخص كل هذا يلخص كل هذا فماذا نقرأ في هذا الدعاء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك لا فرق بينك وبينها بينك وبين الحقيقة المحمدية التي تتجلى فيهم من هنا جاء التعبير بالتأنيث لا فرق بينك وبينها لأن الضمير هنا يعود على العبائر المتقدمة فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان هذه الحقيقة المحمدية التي لا تعطيل لها في كل مكان لأنها لأنها وجه الله فلا تعطيل لها في كل مكان هي وجه الله هي وجه الله الظاهر في كل شيء فجعلتهم فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك إلى أن يقول الدعاء الشريف فبهم بهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هؤلاء هم المثل الأعلى الله ظاهر فيهم لكنهم ما هم بكفء لله لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا هو توحيد الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه حينما أقول هذا هو توحيده توحيده الذي يجب علينا أن نعتقد به أما ما هو توحيده هو فإنني لا أعرفه هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم ومن وحده قبل عنكم نحن لا نأخذ التوحيد إلا منهم ما هو التوحيد التوحيد ما هو الله التوحيد فكرة فكرة الله نأخذ نأخذ من المعصوم فقط فنحن لا نستطيع أن ننتج التوحيد من عند عقولنا نحن لا نستطيع أن نستنتج التوحيد من قلوبنا لا يمكننا هذا إذا تصورنا أن الأمر هكذا فهذا أمر شيطاني بتمام معنى الكلمة توحيدنا نأخذه من محمد وآل محمد فقط وفقط وفقط ولا يوجد شيء آخر القرآن واضح الآيات واضحة الله ليس له كف الحقيقة المحمدية ما هي بكفء لله الحقيقة المحمدية هي المثل الأعلى هي وجه الله المتجلي في كل مظاهر الوجود الذي أوجده الله نذهب إلى فاصل رواية جميلة جدا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أقرأها عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة الحادية بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثاني والتسعون بعد الخمسمائة إمامنا السجاد يقول إذا قرأ هذه الآية حينما يقرأ إمامنا السجاد هذه الآية وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ماذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله عليه سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه فشكر جل وعز معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره فجعل معرفتهم بالتقصير شكرا كما علم علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمان علما منه أن قد وسع العباد فلا يتجاوز ذلك فإن شيئا من خلقه لا يبلغ مدى عبادته من لا مدى له وكيف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جعل عجزنا عن شكره شكرا وجعل جهلنا بمعرفته معرفة هذا هو ربنا وهذه هي ثقافة دين العترة الطاهرة سبحانه وتعالى جعل عجزنا عن شكره شكرا هم يقولون إن أمر الله عجيب إن أمر الله عجيب نحن لا نشكره نحن عاجزون عن شكره لكنه سبحانه وتعالى يحسب ويعد عجزنا عن شكره شكرا لطفا بنا نحن لا نعرفه نحن نثبته نثبت وجوده ولكننا لا نعرفه جعل عجزنا عن معرفته معرفة ألخص الكلام هناك واجب الوجود لذاته بذاته إنه سبحانه وتعالى إنه واجب الوجود لذاته بذاته وهناك واجب الوجود لذاته بغيره إنها الحقيقة المحمدية الخلق الأول مثل ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة أول ما خلق الله خلق المشيئة خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة فإن المشيئة مخلوقة هي الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية واجبة لذاتها لأن الله خلقها بنفسها خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة هذا المقام للحقيقة المحمدية بعد أن خلقت قبل أن تخلق فليس لها من مقام لأنها ليست موجودة أما مقام الله من أنه واجب الوجود لذاته بذاته فهذا مقام أزلي سرمدي أبدي فهناك واجب الوجود لذاته بذاته الله سبحانه وتعالى إنه الأول بلا أولية والآخر بلا آخرية وهناك الواجب لذاته بغيره الحقيقة المحمدية بغيره فغير الحقيقة المحمدية هو الله لأنها تتقوم بفيضه ولطفه وهذا يكون لها بعد إيجادها أما نحن الخلق الثاني خلق المشيئة بنفسها الخلق الأول ثم خلق الأشياء بالمشيئة الخلق الثاني فأنا واجب الوجود بعد أن وجدت لا قبل أن أوجد فأنا واجب الوجود لغيري بغيري تلاحظون الفارقة في دقة التعابير الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود لذاته بذاته الحقيقة المحمدية واجب الوجود لذاته بغيره وجودها متقوم بلطف الله بفيض الله نحن واجب الوجود بعد أن وجدنا حينما نوجد سنكون في هذه المنزلة في منزلة واجب الوجود لكننا قبل أن نوجد فنحن عدم لا منزلة لنا نحن واجب الوجود لغيره بغيره لغيره للحقيقة المحمدية بغيره أيضاً الحديث هنا عن الحقيقة المحمدية لأننا خلقنا بها ثم خلق الأشياء بالمشيئة هذه المصطلحات ضعوها دائماً أمام أعيونكم هناك واجب الوجود لذاته بذاته وهناك واجب الوجود لغيره بذاته خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا هو واجب الوجود لذاته بغيره أما نحن واجب الوجود لغيره بغيره أعتقد أن الأمر صار واضحاً وصار بيناً لأننا لن نكون موحدين ما لم نحافظ على المقامات بحيث أن كل مقام نحافظ على خصائصه ومميزاته وإلا ستختلط الأمور لنا مقام مقامنا بعد أن وجدنا واجب الوجود لغيره بغيره وللحقيقة المحمدية مقام بعد أن وجدت واجب الوجود لذاته بغيره لأن الله خلق المشيئة بنفسها خلق المشيئة له يا أحمد خلقتك لأجلي وخلقت الخلق لأجلك فنحن مقامنا هو هذا واجب الوجود لغيره بغيره بعد أن وجدنا والحقيقة المحمدية مقامها واجب الوجود لذاته بغيره أما مقام المقامات مقام الله سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود لذاته بذاته ومن هنا ليس له كفر وإنما له مثل أعلى وهو واجب الوجود لذاته بغيره الكافي الشريف أقرأ عليكم حديثين من الكافي الشريف من الجزء الأول من كتاب التوحيد الكوليني هذا الرجل اختار لنا جواهر الكلمات عجيب هذا الكتاب أتحدث عن الكافي عجيب عجيب هذا الكتاب هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران الباب الذي عنوانه باب المعبود إنها الصفحة التاسعة بعد المئة الحديث الأول بسنده بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حديث وجيز ولطالما ذكرته وشرحته وانا أتحدث عن التوحيد وعن العبادة من عبد الله بالتوهم فقد كفر هذا هو دين المذهب الطوسي الناس يعبدون الله بالتوهم يتوجهون إلى جهة لا يشخصونها ولو سألوا المراجع الطوسيين لقالوا لهم إنكم قد أحسنتم صنيعة توجهوا في الصلاة إلى جهة مفتوعة هذا هو التوهم التوهم أننا نتوهم من أننا توجهنا إلى الله صلاة الناس أتحدث عن صلاة الشيعة لا شأن لي بغير الشيعة أتحدث عن صلاة الشيعة صلاة الناس صلاة الشيعة ربما أكثر من تسعة وتسعين بالمئة من هذا النوع الإمام يقول من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الإسم والمراد من الإسم هنا الإمام المعصوم ومن عبد الإسم فإن الإسم يطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها ويطلق على الإمام المعصوم بحسبه لأن الحقيقة المحمدية هي اسم الله والإمام المعصوم هو اسم الحقيقة المحمدية والغاية ومن عبد الإسم الحقيقة المحمدية أو عبد الإمام المعصوم ومن عبد الإسم دون المعنى المعنى هو واجب الوجود لذاته بذاته هذا هو المعنى أما واجب الاسم ومن عبد الإسم دون المعنى من عبد المعصومة كي تكون الصورة واضحة ومن عبد المعصومة دون المعنى فقد كفر ومن عبد الإسم والمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا هذه العبادة العلوية فمن عبد الله بالتوهم فقد كفر هذا هو الذي عليه الناس في عباداتهم في صلاتهم وغير صلاتهم في صلاتهم يقفون للصلاة يتوجهون إلى شيء غير محدد إلى جهة غير محددة يتوهمون أنهم يتوجهون إلى الله وهم يتوجهون إلى ما يتوهمونه وقد يبكون وقد يتفاعلون ولكنهم في الحقيقة يتوجهون إلى ما يتوهمونه فما توهمتموه فهو من خلقكم هذا إله أنتم خلقتموه فما توهمتموه فهو من خلقكم من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الإسمة عبد الإمام المعصوم دون المعنى فقد كفر ومن عبد الإسمة والمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا هذه هي الأسماء في الصفحة الرابعة والستين بعد المئة إنه الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ماذا قال الإمام الصادق؟ قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بها مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بها اجعلوا الأسماء واقعة عليه قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا أقرب لكم الفكرة بهذا التوضيح نحن حينما نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة الكعبة حجر الكعبة حجر هل نتوجه إلى الكعبة بما هي كعبة؟ إننا نحولها حينئذ إلى صنم نحن نتوجه بأجسادنا إلى الله ولكن عبر الكعبة ونتوجه بأرواحنا إلى الله ولكن عبر الإمام المعصوم فهو كعبتنا المعنوية مكة البيت العتيق كعبتنا المادية الإمام المعصوم كعبتنا المعنوية وإلا فإن العبادة ستكون عبادة بالتوهو سجود الملائكة لأبينا آدم الروايات تقول من أنهم اتخذوا آدم قبلة وإلا وإلا فإن السجود للنور المحمدي الساطع فيه للمضمون وكل ذلك كان سجودا لله كان سجودا لله فإن آدم كان السجودا لآدم كيف سجدت الملائكة لآدم قال إن السجودا لآدم كان بأمر الله وما كان بأمر الله فهو لله فآدم كان قبلة كما تقول الروايات كان قبلة كان قبلة مادية مضمون آدم النور المحمدي الساطع فيه كان قبلة معنوية والملائكة سجدوا لله عبر توجههم للقبلة المادية إنها أبونا آدم وللقبلة المعنوية إنه النور المحمدي الأعظم تلك هي قصة الخلافة وحينما رفض إبليس السجود لأبينا آدم واقترح على الله أن يسجد له سجودا لا مثيل له لعنه الله وطرد وقال له يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث أنت تريد الله هو الذي يريد العبادة بهذه الطريقة كل النصوص تقول هذا فمن عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الإسم دون المعنى فقد كفر ومن عبد الإسم والمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه فتلك عبادة أصحاب أمير المؤمنين حقا تلك هي العبادة العلوية كيف يتحقق هذا المعنى بهذا التقريب الذي بينته لكم حينما نتوجه بأجسادنا إلى الكعبة إذا كنا نتوجه إلى الكعبة بما هي كعبة هذه عبادة أصنام عبادة أحجار إننا نتوجه بأجسادنا إلى الله ولكن بالتوجه إلى الكعبة ونتوجه بأرواحنا إلى الله لا نستطيع أن نتواصل مع الله بنحو مباشر لو كنا نستطيع أن نتواصل مع الله بنحو مباشر لم احتجنا إلى الأنبياء والأوصياء والأئمة والأولياء لم احتجنا إلى الكتب والملائكة والوحي لكنا نأخذ الأمر بنحو مباشر من الله نحن لا نستطيع أن نتواصل مع الله بنحو مباشر إنما عبر وجهه وهذا هو الذي نقرأه في دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطب إمام زماننا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في جميع الحالات في يقضتنا ونومنا في صلاتنا وصومنا في حياتنا وموتنا في عباداتنا ومعاملاتنا في كل شيء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ولكن بهذه الضوابط التي بيّنتها وبهذا الفهم الصحيح للتوحيد هذا هو التوحيد الأصيل المأخوذ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذا هو الذي أعتقده الآخرون يشرحون كلامي بحسب ما هم يعتقدون تلك مشكلته أنا لا أمثل جهة وكما قلت قبل قليل لا أمثل أسرتي الصغيرة أنا أمثل نفسي فقط أمثل نفسي بنفسي لا يمثلني أحد ولا يشرح كلامي أحد أنا أشرح كلامي بنفسي إذا كان كلامي ليس واضحا ليس مفهوما أسأت التعبير أسأت البيان فألقوا به في المزبل لا قيمة له إذا كان كلامي واضحا ومنضبطا بضوابط القرآن ومنطق العترة الطاهرة فهذا هو الذي أتبنى وقت الحلقة صار طويلا نلتقي غدا في الجزء الثاني من أجزاء الخاتمة عنوان عنوان حلقة غد خبزة الخباس خبزة الخباس ما بين قوسين منير الخباس سأكون في خدمته نلتقي نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر